بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في بارت 7 ACI Building Codes ACI Building Codes ببساطة شديدة ده الكود اللي بيحكم عملية التنفيذ والدزاين بتاعة عملية الخرصانة المسلحة واحنا عندنا مشكلة في الخرصانة المسلحة انها مادة كومست بتتكون من الستيل والكونكريت وبالتالي المفروض نعمل بريديكشن للمادة المشتركة المادة الناتجة اللي هي الانفورس كونكريت طب مين بيعمل لنا الكلام دوت او بيساعدنا في الكلام دوت اللي هو الACI اللي هو الامريكان كونكريت انستيوت كود ده اللي بيحط المواصفات بتاعة الستيل المواصفات بتاعة الخرصانة وبعد كده بيتكلم على طرق التصميم بتاعة الخرصانة المسلحة الميمبرز المختلفة سواء كانت الميمبرز ديت عبارة عن بيمز او سلابز او كولمز طب ايه تاني الACI بيقدموهن بيقدم ما يسمى بالمينيمم ريكواير منز يعني فيه حدود ما نقدرش نقل عنها في الديزاين زي اللوتس مثلا لما نيجي نتكلم عن اللوتس اللوتس ديت الACI بيقول ايه ان الديدلوت عندك لازم تزوده 20% اللايف لود لازم تزوده 40% ايه تاني الACI دوت بيقدم لنا كل التفاصيل الانشائية بتاعة العناصر زي الكاميرات والاعمدة اللي موجودة عندنا في الستركشا طيب في مشكلة عندنا ايه هي ان لازم يحصل تحديث دايما للداتا اللي موجودة في الACI الكلام ده اول بيتم ازاي عن طريق الناس اللي بتعمل ابحاث سواء كانت ابحاث ديت ابحاث نظرية او ابحاث معملية في الاخر بنقول ان الACI ده المكان اللي بيحكم كل العلاقات بين المهندس المنفذ المهندس الاستشاري المالك اللي هو صاحب المشروع في مجموعة من الاشتراطات لازم نحققها في اي مشروع مين اللي بيقول عن الاشتراطات ديات الACI اشتركوا في القناة